وليش المرأة بتفوت لحياة زوجية بين اتنين مبسوطين وعاشين حياتهم هلأ اتنين مبسوطين وعاشين حياتهم وهي فايتة إذا هن هيك يعني يا هي مثل ما قالت سوسة كبيرة يا هي في غيرة يا هي في حسد ممكن من المرأة أو ممكن يعني بدأ هيدا الرجل بطريقة مش عارفة كيف أكيد هيدا في غيرة بين النساء بتحسي أنه مثلا في منافسة بين النساء ايه أكيد حتى بهيك مواضية ايه أكيد إذا هي شافت أنه هيدا العيلة وهيدا المرأة عايشة بطريقة كتير حلوة مأمال لك كل شيء الحب الحنان المادة الأمان الأمان إنه هيدا الحياة اللي كل بيحلم فيها إذا هي عندها هيدا الشر بداخله ايه أكيد بتجرب دايما بتجرب يعني هي اللي بتخلي الرجل يخل فيها بس نحن عم نحكي هون عن عائلة متماسكة الحق عمين بالخيانة يا را عالرجل أو عالمرة إذا حدا منهم بدو يخون إذا أنا يعني أنا لا هي الخيانة عم تكون بين رجل ومرأة فالحق على مين نحن هلأ بطلنا عم نحكي عن الصلوثة يعني إذا حدا منهم بدو يخون الحق عمين بحس لتنين بس بحس على اتنين إذا كانت المرأة يمكن مؤسرة بكتير محلات أو العوامل اللي قلتلك عندنا بلاشوا يروحوا يمكن هذا الزوج يقول إنه أنا ما عم بيوصلني القصص يلي أنا بحاجة لأول عكس صحيح بس ما بحس إنه الخيانة هي الحل يعني هون بحس إنه الطلق أنصب بتبرري الخيانة؟ تعلمت شغلي بحياتي ما بحياتي جاوب على سؤال إذا ما صاير معي لأنه يمكن هلأ قل لك إيه وبس توصل إذا صارت لسا مخلها ما تبرري ويمكن العكس قل لك لأ ما بقبل وإذا شفت مرة خلاص بتنتهي يمكن أرجع اسكت وعن جد ما بعرف ما بحياتي رح جاوب على سؤال منه صاير معي جود بالحياة الزوجية دائما إن الزوج والزوجة بيشعروا بالأمان أو الحياة الزوجية هي أمان ماك؟ فيه أكيد فيه استقرار لأنه بس يكونوا اتنين من سجمين مع بعضهم آه آه آه